I'm going back, you're going back, we're going back, back to school باكتو سكول اليوم بموضوع مميز جدا وهو التعاون بين المدرسة والأهل لتربية أفضل هالتعاون يلي ببعض الأحيان بيكون فيه عليه شوية لغط بيصير فيه شوية مشاكل أو بعض التقصير من طرف أو طرف تاني رح منحكي عن تفاصيل هالموضوع عن التربية بين المدرسة والبيت مع الأب شربي البطور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا فيكي مرسي لعزي دافتي أهلين حضرتك رئيس مدرسة سيدة الجمهور والمدارس اليسوعية أو الجزويت بي لبنان حائز على دكتوراه باللهوت من جامعة بوستن نحن نتشرف بوجود حضرتك معنا من هالخبرة كمان بمجال التربية والتعليم اليوم بين التربية والتعليم فيه فرق أكيد أكيد العادة الناس بيخلطوا بانتنين تعليم هو لما الناس بيتصوروا أن الولد بيروح المدرسة لا يتعلم أفكار أو لا يتعلم مادة يعني بيقولوا تعليم من علمة بالعربة شي بيعلم فيه للواحد بينما التربية هي بتاخد كل النواحي الإنسانية يعني كل علاقات الولد كل حياته الاجتماعية كل طريقة التعاطي بالمجتمع الصغير لأن المدرسة هي مجتمع صغير بالنتيجة وبيعكس طبعا المجتمع الكبير بس أوقات بيصير فيه شوية لغة على الموضوع يعني طبعا من بلش من اختيار الأهل لمدرسة معينة على أي أساس بيختاروا الأهل هالمدرسة ليه ببعض الأحيان بيصير فيه شوية إشكالات أو كأنه توقعات أكتر من ما كنا أو توقعات أقل من ما كنا نحن ناطرين يعني شو بيصير بهالحالة شو هل هو أوقاتي اللي عم بتكون موجودة بين الأهل والمدرسة هلأ حقيقة نحزب بظروف البلدين وحسب الأهل يعني في أهل ما بيختاروا المدرسة بيضطروا يبعطوا أولادهم على مدرسة معينة أو أوقات لسبب مادة أو أوقات لسبب جغرافي بيكونوا بمنطقة ما فيها إلا مدرسة معينة بس مبدئيا اللي بيختار ليبعطوا أولادهم على مدرسة خاصة مثل مدرسنا بلبنان مثلا مدرسة خاصة عندها طابع ديني إلى حد ما أو طابع سقافي بيبقى خيار من الأهل بإرادتهم وبيبقى نابع من أناعة أنه هالمدرسة بدها تنقل لهالولد أو لهالولاد الأيام اللي العائلة بتفكر فيها بس أهم شيء لما بتبعط على هالمدارس الأهل يعني عامة بيعملوا فعل ثقة يعني عندهم ثقة بالأيكيب اللي بيبعطوا لعنده أولادهم اللي يربوهم تعرفي حضرتك مجوزة تعرفي أنه مش بالسهولة واحد بيسلم أولاده لمين مكان لما منعطي أولادنا لمدرسة يعني بالنتيجة منوص أكتير بهالمدرسة منشان هيك كمان لازم يكون في تفكير والدراسة للموضوع يعني قبل ما ندخل أولادنا بمدرسة معينة قدامهم أنه الأهل يروحوا يزوروا المدرسة يتعرفوا على فريق العمل ويعرفوا شوي هالميسيون يلي عندهم إياها المدارس هالأهداف يلي حطتها المدرسة لا يشوفوا إذا بتتماشى معهم أو مع أهداف حياتهم أو لا أكيد يعني ما في شك أنه العلاقة مع الأهل أو بين الأهل والمدرسة من الأفضل تكون من البداية هلأ مثلا ببعض المدارسة اللي عندها بدي أقول نوع من تقليد عريق بالدراسة المدرسة معروفة وتوجهاتها معروفة مثلا في أحكي عن المدرسة اللي أنا مديرة مباشرة سيدة الجمهور الناس أو أغلبية الأهل بيعرفوها وأغلبيةهم ربيانين فيها يمكن مش بحاجة يتعرفوا عليها بس طبيعي أنه الأهل بحاجة يتعرفوا مثلا عن المسؤولين بالمدرسة عن الأساتذة بالمدرسة ومش بس يتعرفوا بالأول يضلون على شيء من الاتصال لأنه بالنتيجة التربية خاصة بأيامنا هيدا مفهومة هو تربية مشتركة بين الأهل والمدرسة ما في تربية بس على الأهل أو تربية بس على المدرسة في عمل مشترك ويمكن لازم نحكي شوي أكتر عن هالموضوع ياريت يعني نحن عن جد اليوم حابين أنه نوضح شوي هل تعاون كيف لازم يكون يعني كمان ما يزيد عن حده من قبل الأهل أنه يكونوا يمكن عم يتعاطوا بشكل مباشر وشبه يومي بأمور الإدارة المدرسية أو الأساتذة أو غيرها لأنه احنا منعرف أنه كمان ببعض الأحيان الأهل بيوقعوا بشوية مبالغة بالموضوع أو العكس الصحيح يعني هالتوازن بين الان كيف لازم يكون طبعا في بعض الأهل حديثك العام عن الأهل شوي صعيب ولكن في بعض الأهل يمكن أوقات ممكن بيدخلوا ببعض الأمور تتعلق بالحياة المدرسية وعادة بالأيام اللي نحن عايشينا عكس الأيام مثلا إذا بدي فكر من 30 أو 40 سنة بكل العالم كانوا الأهل يبعثوا أولادهم على المدرسة ما يسألوا شو بيصير بالمدرسة وعامة يقبلوا كل قرارات المدرسة وخاصة القرارات تتعلق مثلا بالتربية بالديسيبليين حتى القرارات يعني النتائج المدرسية بأيامنا هيدا الأهل بيدخلوا شوي أكتر حتى ببعض الأحيان بعض الأهل شوي يعني بيحطوا حلو المترح الولد رح أعطيك مثل تتفهم علي دغري من الطبيعة أنه لما تكون يعيش بمجتمع صغير مثل المدرسة في بعض الأوانين يعني في بعض الضوابط الضرورية ننعيش سوا المدرسة تضطر تأخذ إجراء مثلا بحق ولد يعني بتعطيه تسميه أصاص أو بتعطيه شي على البيت لا يتعلم أنه عمل شي غلط أو ضرب صاحبه أو سبل صاحبه إلى آخره أو يتحس الأهل بيدخلوا بهذه التفاصيل وبعض الأوانين بيأخذوا وجهة نظر الولد يعني يمكن عم نلاحظ فيه فرق من ناحية التربية أنه مش دايما الأهل عندهم المسافة اللي بيتطلبها موقف المربي المربي لازم يكون على مسافة من الولد تيقدر يساعده يكبر يعني هون رجعنا كم من لقصة السقة شوي لقصة السقة بقدرات المربي بيعلمه بكفائته وبخبرته أيضاً وطبعاً المدارس اللي معروفة ومرموقة بلبنانا وبأي بلد تاني ما رح تقبل أنه يكون فيه مرابدون المستوى المطلوب يعني وتحية هون لكل الأسدس تحية لكل الأسدس أبونا كمان يعني اليوم مثل ما تفضلت وذكرت أنا عم بيكون فيه تدخل أوقات أكتر شوي من الأهل بس يمكن بين الأمس واليوم مع هالتطور كله إن كان بعالم التكنولوجيا أو حتى بعالم العلم بشكل عام الأهل كلهم صاروا حيزين على شهادات وبعض الأحيان على دكتوراه شهادات عليا جداً فيمكن بيسمحوا لنفسهم شوي أكتر أنه يكونوا على دراية شوي أكتر باللي عم بيصير أو يكون عندهم وجهة نظر أخرى اليوم كيف تتعامل المدرسة مع هالشي ما في شك أنه ببعض المدارس وعامة يعني فينا نقول أنه مستوى العلمي والتعليمي وبيدي حيل اليوم في ظاهرة بالبنان أنه مستوى التعليمي عند الإمات لأنه بتعرف أنه بالبنان حالياً مستوى الشهادات العليا هو جهة النسوين أكتر ما هو جهة رجال يعني عامة الناس أكيد مسقفة أكتر مطلعة أكتر وعندها شهادات أكتر بس بدي أليك شغلة من خبرتي أنه الأهل ممكن يكونوا عندهم كل الدكتورات اللي ممكن تتخياليها بس لما يكون الموضوع بيضئ بولادهم عامة وتحديداً الأمات يعني قلبهم بيشتغل شوي أو قبل عقليتهم بيصير الغريزة عند تشتغل أكتر فعلاً أنا بأكد هشي ومش بأيدهم يعني ما فيك تطلب من أم إلا ما تعمل هيك خلينا نحكي عن الشقة الثانية من الأهل طبعاً اليوم مش رح نقدر أكيد مش مفروضاً عامة ولكن موجود هيدا الشي أنه الأهل يلي بيكونوا شوي يعني ضوابطهم أقل بالنسبة لأولادهم وهون بنرجع للمثل يلي عطيتنا ياه عن الأصاصات أو عن طريقة الانضباط يلي بتكون بداياها المدرسة والأهل أوقات ما بيوافقوا عليها وبيصير فيها التناقض بين قوانين البيت وقوانين المدرسة من ناحية فيه هيك يعني منترك أكتر ومن ناحية بدنا نشد شوي لحتى نربي أولاد على مبادئ المجتمع شو بيصير هلأ ما فيه شك أنه نحنا بوقت يعني فيه نظرة لكل شي بيتعلق بالضوابط أو بالأنون عند بعض الناس طبعاً مش عند كل الناس بينظروا له على أنه شي رجعي مثلاً لما بتحكي أنه بمدرسة فيه أنون معين أو تلميز مثلاً بيلبسوا لبسوا معين أو بيوقفوا بالصف أو بيتعلموا قبل ما يحكوا ياخدوا الإذن هالأمور البسيطة اللي هي برأيه كتير ضرورية للعيشة بالمجتمع في بعض الأهل بنظروا لأنه هيدا من زمن تاني أنه الزمن تطور طبعاً شخصياً ما بوافق على هالرأي وأوقات ممكن يكون فيه صعوبات لأنه بدأوا الشغل اللي بتتعلق بالأولاد الولد صحيح بحاجة لعطفة أهله ما فيه شك وما فيه ولد بيربى بلا محبة وبلا عطفة حقيقة ولكن الولد لازم يكون عنده حد أدنى من الضوابط ليقدر يوجه حياته وما يكون ولد يعني أنجوسي عنده نوع من تشطط بحياته حتى أوقات ما يقدر يركز على درسه كتير مهم أنه هون بتدخل مسألة العلاقة بين الأهل والمدرسة لازم يكونوا الأهل والمدرسة متفين على حد أدنى من الضوابط هلأ طبعاً تعرف أنه فيه مدارس يمكن عنده ضوابط زيادة عن الزوم ربما وفيه مدارس شوي فاتحة الأمور زيادة عن الزوم وفيه مدارس بين اتنين وهون بيرجع لخيار الأهل وين بيشوفوا حالهم بيشوفوا نفسهم أكتر بس الأهم أنه يكونوا مشين على ذات الخط سوى يعني أحسن ما يصير هالولد عنده ضياع كمان وعنده هالنوع من يعني الأوانين اللي عم تناقض بعضها بين المدرسة وبين البيت يعني لحتى يقدر يكون هو عنده اتزانه بالنتيجة هالطالب طبيعي لأنه فيه أنا بحب أعطي مثل مثل الأم والبي بالبيت إذا كل واحد بيقول للولد شيء وبالعكس بيخرب الولد ما بيعود يعرف لا بده يمشي هون ولا بده يمشي هون وبتعرف أنه الولد عادة بفضل الطريق الأهيان يعني بيكون أقرب من الشخص اللي بيسهله كل الأمور ولكن مش دايماً الشخص اللي بيسهل كل الأمور للولد بيكون عم بفيده على المدى الطويل من الطبيعي أنه بين الأهل والمدرسة برجع بقولي فوق يكون فيه حد أدنى من التوافق على هالأمور الأساسية وبرجع بقول أنه عامة الأهل فيه توافق مع المدرسة هلأ بيبقى فيه استثناءات وهون بيكون فيه مشاكل أوقات مع المدرسة يعني أوقات مشاكل بتكون كبيرة حتى مثل شو يعني؟ رح أعطيكي مثل لأنه هيدا جزء من حياتنا اليومية وجزء صعب يعني فيه يقول قافة عالمية مش بس خاصة بالبناء خليني أحذر وسيل التواصل الاجتماعي نعم مش بس وسيل التواصل اليوم تكنولوجيا متوخزيني التليفون نحن كبار بحاجة للتليفون بحاجة لشغلنا إلى آخرية مثلا شو معناتها أنه الأهل مثلا نحن نقول للأهل أنه التليفون مش لازم يكون مع أولادكم بالمدرسة بتشوفي أنه أسم كبير من الأهل بيسنحوا عن التليفون يلا ضبوه يلا حطوه وبيفكروا أنه هني عم يعملوا صالح أولادهم فإذا لما يكون فيه بين الأهل والمدرسة خطبين متنائدين بالآخر بيتعقد الموضوع مثلا نحن بكتير أوقات منضطر أنه شو بيقولوا مناخد التليفون من الولد لما بيكون عم يستعملوا ومنحطوا عجنب جمعتين وبيتلفنوا الأهل كيف بتعملوا أنا شاري يعني مع بعض الأهل الموضوع بيتعقدوا وبعض الأهل بيقولوا إيه معكم حق هكذا لازم نعمل لأنه ما عم يقدروا يعني يرفق أولادهم بموضوع ريزو سوسو يعني وسيل الاتصال الاجتماعي ما عم يقدروا يحطوا دوابط حتى لأستعمال التليفون وبعرف إذا تعرف أنه الولاد بيقضوا أوقات ليليون لتناش وواحدة تحت التخط قاعدين عم يحكم مع بعضهم يعني وصلنا لموضوع كمان حساس جدا وبحب أنه هيك كمان نجرب نحكي شوي عن طريقة حلول مع حضرتك الأهل يلي مش قادرين يحطوا دوابط لأولادهم ومنسمعوا أنه بكرة المدرسة بتربيهم قدي هيدا الشي صحي يعني قدي أنه أهل مش قادرين هنا يكون عندهم سلطة على أولادهم بيتركوا الأمور حتى المدرسة تربي الأولاد لأي مدى توقف المدرسة ولأي مدى بيبلش دور وين بيبلش دور الأهل يعني قدي صحي أنه نقول خلاص المدرسة بتربيه لأولاده لازم نقول شغلة نحنا منردد دايما حتى بالعلوم الحديثة بالعلوم التربية بيقولوا أنه المربي الأول أو المربيين الأول هن الأهل ما بدنا ندحك على حلنا صحيح صحيح أنه المدرسة عندها دور وأوقات دور أساسة بالتربية بس مش كل التربية على المدرسة ولما الدر التربية تكون وحدة على المدرسة بأغلب الأوقات بيفشل المشروع وبدأقول شغلة بعد في حلقة ثالثة ناقصة يمكن بحديثنا عندك المدرسة وعندك الأهل وعندك المجتمع اليوم نحنا بالمدارس عامة بدأقول عن المدارس يعني اللي عندها رسالة تربوية حقيقة عم نشتغل بأغلبية الأوقات عكس الطيار بالمجتمع يعني نحنا منعلمهم على القانون ما في قانون نحنا منعلمهم على الصدق ما في صدق نحنا منعلمهم حتى على الديمقراطية واحترام الرأي بتلاقي أنه ما في دمقراطية يعني كتير أمور وتأثير المجتمع على المدارس وعلى أولاد كتير مهم هلأ أكيد إذا كانوا الأهل من جهة المدرسة بيكون رسالتنا أو شغلنا أهيا إذا كانوا الأهل ماشيين مية بالمية مع المجتمع بأكد لك أنه دور المدرسة بيكون كتير محدود كتير محدود يعني رح بيكون بس نظري ولا رح يتطبق بفتكر بالمجتمع بعدين إذا ما عبيتطبق بالعيل الصغيرة ما رح يتطبق كمان بالمجتمع على كل حال نحن نعرف أنه كمان المدرسة هي مجتمع صغير يعني المدرسة إذا تأسس الولد فيها مزبوط بمساعدة الأهل لعنها مش بس التعليم إنما عنا كمان البعض الاجتماعي البعض الإنساني هالعلاقات البشرية اللي بتصير مع بعضها يعني كمان هون كمان قدي لازم يكون فيه تعاون بين الأهل والمدرسة يعني طبعا بعطيكي مثل طبعا ولد جاي من بيت فيه نوع من الانفتاح على كل المسألة الاجتماعية إحساس بالآخرين انتباه للناس حوالي مثلا بمدرسة مثل مدرستنا بتلاقيه دغري فات بالأعمال الاجتماعية دغري تحمس لخدمة غيره بتعرفي بكل المدارس يعني فيه أعمال اجتماعية بيروحوا على مستشفيات بيساعدوا فقرة بيدهنوا مدارس عتيقة بأكيد أنه لما يكون جاي واحد من بيت محضر لهالشي بتحسي أنه كتير بيستفيد من اللي بتقدموا المدرسة وإذا ما كان فيه شي بها البيت بيكون أوقات الشغلة اللي عم تعملوا المدرسة شوي بيظاهر أشور وما بيأثر بشخصية الولاد ذكرنا يعني هون الخدمة الاجتماعية كمان ذكرت بحديثك التاربية المدنية نعم وكأن هالأشياء اللي شبه معدومة بمجتمعنا للأسف بلبنان يعني ودايما هي بتمبع من مبادرات فرزية فقط قداليوم محلة لازم يكون كبير بمدرسنا بدأوا الشغلة أنه أكيد إلا مطرح بالمدرسة بس بحب أكد أنه مطرحها بالمدرسة يعني يمكن ما بيشكل أكتر من 30 إلى 35% يوم أنا وجاي لعندك على الطريق شوفير تاكسي قدامي بيكب ورق على بيكب الورق من سيارته بدويله وبتفيله وتقل له أنه ما بتنعمل يعني مثلا شو بدي أقلك يعني التربية أو أكيد منزل بيعمل مشكل عادة ما بتعني مشكل بس أنه بتزعلي لما بتلاقي ناس مثلا نحن غرقنين حاليا بالزبالي حتى المدارس غرقنية بالزبالي وبتلاقي الناس كأنه قاعدين ببلد مش لقلهم بيكبوا على الطريق وبيسوقوا مثل مجنين ويعني من هون صعوبة الحياة بالمدرسة بالمدرسة برجع بقلك نحن عم نسبح عكس الطيار هلأ نحن منتمنى ننجح مية بالمية بس أكيد أنه رسالتنا بتكون أهيا إذا الأهل بيساعدونا وإذا المجتمع بيساعدنا حاليا المجتمع عامة ما عم بيساعد وهذا يعني هذا الشيء كتير واضح باللبنان حكينا عن الأهل وحكينا عن المجتمع أول مرة ذكرنا الجهات الرسمية للوزارات المعنية لكن الجهات الرسمية لأنه هن بيعكسوا المجتمع يعني بتعرف أنه في البنان في فكرة مثل كأنه الجهات الرسمية أو الرجال السياسي هن جايين من غير كوكب بتعرفي الناس بيحكوا بيقولوا أنه ياريت بتخذوا لنا كلها الجرس سياسي بتكبوهم برات لبنان وهيك بيرجع لبنان بيمشي مش صحيح أنا برأيي يرجعوا للمدرسة يرجعوا للمدرسة ياريت لأنه بدون تربي اللي بدي أقولوا أنه الجهات الرسمية والسياسيين والمسؤوليين عامة هن بيعكسوا شو اللي موجود بالمجتمع ما لازم نحلم يعني اليوم إذا نظريا بتبعت يوم بتيارة يعملوا مشوار اللي رح يجوا وراهم رح يكونوا مثلهم لأنه العقلية اللي جابتهم رح تجيب ناس بيشبهوهم فإذا من هون أهمية التربية ليش لأنه التربية بتشتغل على الوقت التربية بتشتغل على المدى الطويل التربية بتاعت السئة للولد تفتح المستقبل والتربية هي فعل أمل يعني أنت لما عم تربي ولد صغير شو عم تقولي له أنا عندي أمل فيك أنه أنت بكرة تكبر وتغير هالواقع اللي أنت فيه والله بيعرف قدي هالواقع اللي نحن فيه بده تغيير يعني كمان فينا نقول أن التربية هي نوع من سياسة يعني نحن إذا ربينا أولادنا بشكل عارفين لوين بدنا نوصلهم لأي مجتمع بدنا نوصلهم لأي دولة بدنا نوصلهم من أول يوم من حياتهم بفتكر بيمشوا على هالخط ونحن بنعرف قدي التربية عملت كتير بتاريخ العالم نوع من أوقات يمكن كان سيء نوع من من غسل الدماغ ولكن هيدا تأثير المدارس وهيدا تأثير التربية على الولاد قد يقدر يكون فعلا هو المجتمع بحد ذاته هو السياسة أكيد إذا نفهم السياسة بمعنى البوليس يعني بمعنى الاهتمام بالمدينة وبشؤون الناس صحيح مش بمعنى التحذب أو التزلم أكيد أنه التربية فعل سياسة يعني هي لمفروض تحضر الولاد أو تحضر التلميس تيعيشوا بمجتمع ويبنوا مجتمعاتهم بطريقة إيجابية طبعا يعني شكرا لك رجعت عطيتنا أمل شوي بمجتمع أفضل بأن أولادنا فعلا يكونوا عم يربو بطريقة صحية وصحيحة شكرا لوجودك معنا الأب شارب البطور حضرتك رئيس مدرسة سيدة الجمهور والمدارس الجزويت بلبنان شكرا لك مرسي إلكرانيا ومرسي للأم تيفي على استضافتي شرفتنا نحسي وقفة سريعة ومن تابعا مع فقريت سانتي لليوم شكرا للمشاهدة